اوعي تشتريها بالغالي طالما ممكن تعمليها بثلاث مكونات بس و في خمس دقائق الحلاوة الطحنية في البيت أحلى بكثير من الجهز سنعملها بقى سادة وكمان بالشوكولادة الولاد سيحبوها قوي وخصوصا في سندوتشات المدرسة بس قبل المبدأ انا اسمي ايمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وشيروا لايك لو وصفة عجبتكم ويلا نبدأ عميق في طبق عميق معي كوباية من اللبن البودرة المنخول وكمان كوباية سكر بودرة ويفضل للسكر بودرة يكون جاهز ويكون منخول علشان ما يكونش فيه اي تكتلات وحطيت رشة صغيرة من الملح وبكت فانيليا ودي اختياري بس تبتدي نكهة وطعم حالو اخر حاجة حطها كوباية من اللطحينة الخيم يبقى انا كده معي كوباية سكر كوباية طحينة كوباية لبن بودرة هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض وحبدأ اعجنهم انا مش بعجن قوي انا بحاول بس ادخل الطحينة في كل المكونات علشان في الاخر النتيجة تبقى شبه الرمل المبلولة كده المهم بقى اعرف انها خلاص بقت مظبوطة ازاي ان ياخد قطعة كده من بين ايديا وضغط عليها تتلقوها على طول بقت شكل الحلوة الطحنية وبقت صلبة بالشكل ده كده بقت جاهزة معي عشيلها بقى في علبة وحط تحتيها كيس لو حابين تقلبوها ومهم ان انا ضغطها كويس جدا بالشكل ده والجزء اللي هعمله بالشوكولاتة هعط عليه معلقة كاكيا وخام غير محلق وهزود كمان معلقة من الطحينة وهبدأ قاعدينهم برضو بنفس الطريقة ولو حابين بقى تعملوا ميكس كده ما بين الحلوة الطحنية السادة والشوكولاتة هتعملوا زي ما انا عملت كده تحطوا جزء من السادة وجزء من الشوكولاتة وتعكسوا نفس الطريقة كمان في الطبقة التانية وتضغطوها برضو كويس جدا ندخلها بقى التلاجة حوالي اربع خمس ساعات او يفضل انها تبات كمان لحد ما تتماسك وتبقى بقى بالشكل ده نبدأ بقى نقلبها بصوا بقى شكلها هيبقى عامل ازاي شكلها بصوا ممتاز وشبه الحلاوة الاصلية اللي بنشتريها وكمان لونها فاتح وده بقى اللون بيتواقف على نوع الطحينة اللي هتستخدمه يعني استخدموا نوع طحينة يكون حلو بس كده عملوا بقى بها احلى ساندوتشيات وقلوا لي رأيكم في التعليقات وجربوها واستنوا بقى وصفات كتير للمدارس اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير وبالهنة والشيفة